محلي اسمحلي نعم أولا ما في أي مشكلة بين إيران والجيش العراقي أستاذ نجم نعم أولا ما في مشكلة لا ننسى أن قبل السقوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنت علاقات طيبة مع العراق لمدة 12 سنة والعراق محاصر عربيا وغربيا لا الحاضنة العربية ساعدت لا في الحليب والمواد الغذائية ولا في أي شيء ولا الدول الغربية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب العراقي وفي وجوز صدام حسين إذن الضغينة انتهت عندما حصلت مصالحة بين بغداد وطهران بعد الحرب العراقية انتهى الأمر وخاصة بعد الرسالة التي أرسلها صدام حسين إلى الشيخ رفسنجاني الرسالة 12 ورسالة 11 يا أستاذ حيدر اقرأ الرسائل هذه موجودة في الإنترنت 12 رسالة صدام بعثها إلى الرئيس الإيراني وخاصة الرسالة 11 و 12 الذي اعترف باتفاقية 75 وتمت يعني تمت معالجة كل المشاكل بين العراق وإيران وإيران دعمت العراق بكل مؤسسات بما في ذلك الجيش العراقي لذا لا تزايد علينا يا أخي أولا العلاقات كانت طيبة المشكلة أن السعودية والكويت أرادوا طالبوا العراق بديونه وحصلت المشكلة هذه المشكلة بين الدول الخليجية والعراق ليس دخل لإيران أبدا الدول الخليجية حرضوا الأمريكان ودخلوا الأمريكان ودمروا العراق يا أخي تدمير العراق أمريكيا من سرق الذهب العراقي من سرق البنك المركزي من سرق الأموال العراقية من دمر الوزارات وحالها أستاذ نجم هذه كلمة أستاذ نجم تفضل علينا هو أنا الذي أجي على هذه أنت الآن تبادل الدور مرة عراقية أستاذ نجم أستاذ نجم أستاذ نجم الأثنيا ماهي يعني أنا حتى أنا كإيراني أنا كإيراني تعاملت جيدا مع الجيش العراقي لمدة 12 سنة قبل السقوط أنا كإيراني تعاملت مع الجيش العراقي بكل طيب والقيادات العراقية الجيش العراقي يعرفون ذلك ماذا كانت لديهم من مشاكل كانوا يأتون إلى إيران ويحلوها القيادات العسكرية العراقية أستاذ أمير مقاطعة في صلب الموضوع حتى ندلل ونثبت الأشياء للتاريخ أنت تقول نحن دعمنا ونحن قدمنا يا أخي أنتم حتى الطائرات التي كانت أمانة عدتكم ما رجعتها والعراق كان أحوج إليها هاش يتعلق عليها أمانة هذه كانت أمانة وأنتم مسلمون ومن صفات المسلم أنه إذا أعطيت الأمانة يرد الأمانة إلى أهلها ما رجعتها يا أخوية شون أمانة؟ نعم أي؟ أولا الطائرات لا ليست أمانة بهذه الصورة التي تفضلت بها العراق صدام عندما أعطى هذه الطائرات للديون التي كانت على عاتقه لأنه إيران كانت تدعم العراق في الحصار بالمواد الغذائية أمم المتحدة ثبتت خسائر العراق أن يدفع لإيران 229 مليار دولار طبعا إيران طالبت بألف مليار دولار فكانت خلافات في موضوع الرقم لذا قال هذه عربون أي لا شيء بالنسبة للمطالبات الإيرانية أستاذ أمير أستاذ أمير العراق يطي سلاحه يطي سيفه يطي الميكة 29 وسيخوي عربون السلاح شرف هذا من اللي قال هذه مزايدات أستاذ أمير أرجوك العراق يطي شرفه عربون لتزديد بيون لا لا ليست مزايدات أستاذ نجم الطائرات أولا كانت المفروض تبقى في العراق وتضرب لكان ضربت يعني أنا أعتقد هذه إحدى الخطوات ربما هذه الخطوة الوحيدة الذي قام بها بصورة عقلانية صدام حسين لأنه يعرف لو بقيت الطائرات هناك كانت دمرت كلها ولاحظنا كيف دمروا كل العراق كل إمكانيات العراق القوات الأمريكية إذن هي كانت أمانة معرفة قبل أن يدخلوا لم يدخوا شيئا في العراق دمروا إذن هي كانت أمانة عد لديكم لا قتلك لا قتلك لا لا ما مش أمانة السيد طارق عزيز لما جاء إلى إيران قبل السقوط قال هذي كعربون من الرئيس أو من الحكومة العراقية فلذا هم استخدموا بالمناسبة هذه الطائرات كانت